بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين النهاردة جاينا نتكلم عن منورة بطعم الانتصار منورة حماية النيل حماية النيل دي منورة عسكرية بين مصر والسودان شقيقتين طول عمرنا وإحنا علاقتنا كويسة بعض بس مؤخرا كان لازم نقول العلاقات دي أكتر زي أي أزمة لما تعتمد على خوك وبتسند عليه جيش السوداني الحمد لله من الجيوش المرتبة ترتيب كويس على العالم جيش المصري بقى هو الأهم من النهاردة وهو بطل الحكاية الجيش المصري هو رقم 14 على العالم احنا اضخرنا كنا رقم 10 وبقينا رقم 14 الكلام ده هتلاقوه في موقع مهم جدا ده موقع عالمي بيصنف الجيوش وبيعرف عندهم قده الموقع ده بيقول ان مصر عندها 1053 طيارة عندها 3735 دبابة 1235 مضاد للصواريخ عندنا 11000 مركبة مصفحة وده رقم كبير جدا طبعا 1165 مدفعية زيتية الدفع عندنا 8 غواصات عندنا 50 سفينة دورية عندنا 9 فرطاقات وده طبعا حاجة ده يستهام بيها عندنا اتنين حاملات للطائرات الهولوكوبتر لكن ما عندناش حاملات الطائرات اللي هي العادية الميزانية بتاعتنا حوالي 10 مليار دولار أمريكي وده ميزانية كبيرة جدا بالنسبة للجيش المصري وحاجة مهمة جدا التسليح مهم النهاردة الجيش المصري بيدافع عن حقنا في المية حقنا في الحياة أهم حاجة نقدر نتكلم عنها أهم حاجة نقدر في الكون كله أهم من أي شيء إنك تعيش ده حقك الأصيل واللي بدعمه المجتمع العالمي طبعا حكومة أسيوبيا عندها مشاكل مع أمريكا وأمريكا من يومين ثلاثة كده فرضت عليها بعض العقوبات برغم إن هي حليف كويس لولاد العام اللي هم مش ولاد عام طبعا يعني ولا حاجة بس النهاردة حماية الديل دفاع مشترك بين مصر وبين السودان ضد أي حد مش ضد حد معين مع إن أسيوبيا بدأت تحشد وعندها مشاكل طبعا عندها لغاية دلوقتي عندها تسعة قتلة وعشان كده أمريكا فرضت عليها العقوبات الجيش المصري زي ما احنا شايفين قوي منظم متسلح كويس بيصرف كويس حاجة روعة بجد بجد بغض النظر عن مقاطع الفيديو واليوتيوب اللي موجودة والناس بتقلل فيها من الجيش المصري بس إحنا جيشنا عارفين وجيشنا لما بيتخط وسط جيوش العالم إحنا رقم 14 الجيش المصري التشبيه كده يعني موقع لما جيه شبهه وده بالأرقام طبعا شبهه بألمانيا وإيران وإيطاليا إحنا محطوطين مع ألمانيا في كافة واحدة محطوطين مع إيران اللي هي دولة من الدول اللي تمتلك سلاح نوي في كافة واحدة محطوطين مع إيطاليا في كافة واحدة الجيش المصري قوي جدا وقادر ان هو يرد وقادر ان هو يجيب حقنا طيب بنا نكلم بقى عن حقنا في المياه حقنا في المياه ده محدش يقدر تكلم فيه احنا حقنا في النيل النيل ده مش بتاع حد ده هبة ربانية ربنا ادال للناس كلها الناس كلها جاءت عاشا عليه من زمان وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي في مفاوضات طبعا وفي اتفاقيات من زمان الاتفاقيات دي منهم اتفاقيات بتقول ان الاقليم اللي فيه صد النهضة دلوقتي اه ان اسيوب يحط اديها عليه بالاتفاقية دي. هي مش معترفة بالاتفاقية دي. فاحنا المجتمع الدولي دلوقتي بيمكننا ان احنا نسيطر على الاقليم ده اه مصر والسودان يقدروا يسيطروا عليه بما انها مش يعني مش معترفة اصلا بالاتفاقية دي. فطبعا ما حدش يقدر يلومنا وده حقنا في المية وحقنا في الشرعية ان احنا يبقى لنا شرعية وان احنا نتمسك بالاتفاقات الدولية. الاتفاقات الدولية شيء مهم. تفرجوا على الفيديو. شوفوا قوة مصر قد ايه? ولما تحطي لها قوة السودان هتبقى قد ايه? احنا جايبين طيارات اه رفال. عندنا طيارات الميك تسعة وعشرين. عندنا الاف ستاشر جات مصر الحمد لله. عندنا فرطاقات. عندنا حاجات تخوف. عدونا لما يجي يتكلم عننا لازم يتكلم بكل احترام. لانه عارف ان ما اخذ بالقوة لا يستمر رد الا بالقوة. مصر عظيمة وحطفة العظيمة. كل سلامة طيبين.